فرق بين خبز الشعير وخبز القمح مرحبا وأهلا وسهلا أحبائي بالله في هذه الحلقة الجديدة أعزائي يعتبر القمح والشعير متشابهان في الشكل ويملكان قيام غذائية مهمة للجسم والقمح كما نعلم يتكون من حبوب تحتوي على ثلاث مكونا هي السويداء الداخلية والبذورة والنخالة ومنه القمح التي تزال منه البذور والنخالة ومنه الذي يستخدم بأجزائه الثلاثة وبذلك تكون قيمته الغذائية أكبر فأما الشعير يحتوي على نواة القمح الكاملة وهو نوع من الحبوب المفيدة فبالتالي الأفضل بكل تأكيد أعزائي هو الشعير بالنسبة للأشخاص الذين يريدون تخفيض مستوى السكر والمحافظة على نظام غذائي أفضل ترجمة نانسي قنقر